الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد في إطار مشروع تعميم المعرفة هذا هو المقطع الثامن والعشرون بعد المئة تحت عنوان القوة التفاوضية بارغرين باور هو مصطلح اقتصادي سياسي اجتماع من لسان العمل الاقتصادي أرجو أن يكون فيه الفائدة للجميع جميع الأحبة الطلبة والمتابعين لهذه القناة القوة التفاوضية بارغرين باور القوة التفاوضية بارغرين باور هو مصطلح اقتصادي سياسي اجتماعي يقصد به مجموعة من الأفراد المتنفدين في مجتمع ما وهم على وجه التحديد الحاكم وحاشيته والعاملين في الإدارة العليا من السلطة التنفيذية وكبار القضاء وكبار العاملين في السلطة القضائية وبعض أعضاء المجلس التشريعي والأثرياء وبعض المتنفدين من أفراد وشخصيات المجتمع المحلي التقليدي يمتلك هؤلاء الأفراد مجتمعين ومنفردين سلطة تنفيذية ومعنوية ومالية كبيرة معلنة وغير معلنة تمكنهم من التأثير في المجتمع المحلي وأحداث تغييرات هيكلي فيه وفي الجسم السكاني الذي يحكمونه لحيث تشمل هذه الآثار والتغييرات القوانين والأنظمة التي تضبط عمل المجتمع والعادات والتقاليد ويحركون مسار المجتمع ويصيغون تاريخه بشكل أو بآخر يعمل هؤلاء افراد مجتمعين ومنفردين على تثبيت الأمر الواقع إذا صب ذلك في مصالحهم ولا يقبلون أي تغيير على الأمر الواقع إلا إذا كان في صالحهم ويستخدمون قوتهم التفاوضية في تشويه الحال الاجتماعي للبشر المحكمين ويقاومون أي وحدة وطنية وذلك من أجل تثبيت الأمر الواقع انتهى التعريف